أيها الأحباب، الإنسان العظيم كلما حلق في آفاق الكمال اتسع صدره، ممتد جماله، واتسع حلمه، وعذر الناس من أنفسهم، بل التمس لهم المبررات والتمس لأغلاطهم المبررات والأعذار فإذا عدا عليه سفيه يريد تجريحه، نظر من قمته كما ينظر الفيلسوف إلى أطفال يعبثون في الطريق، وقد يستهزئون به أو يرمونه بالحجارة، ليس تكبرا واستعلاء، وإنما ثقة في الله وحده يروى أن رجلا سب الأحنف بن قيس وهو صامت يمشيه في الطريق، فلما قرب الأحنف من داره وقف هكذا وقال له يا هذا إن بقي معك شيء فقل هوا هنا، فإني أخاف إن سمعك فتيان الحي أن يؤذوك وشتم رجل الإمام الشعبي رحمه الله فقال له، الإمام الشعبي رد عليه قال له إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك المؤمن أيها الأحباب في شغل مع الله تبارك وتعالى، واثق به، مستقبله معلق بالآخرة لا وقت أبدا لديه للتفرغ للخصومات والعبث مع السفهاء يقول الإمام يحيى بن معاذ رحمه الله ثلاث خصال من صفات الأولياء الثقة بالله والغنى به عن كل شيء والرجوع إليه من كل شيء